أريد أن أخذ حضارك في حتة تاية لثواني ونرجع أن نكمل كلامنا على المنتخب بحكم أن حضارك كنت واحد من أهم وأشهر وأبرز لعيدة النادي الأهلي في وقت من الأوقات والفترة مش وليلة الحية طبعا أكيد حضارك لما تتفرج على أي ماتش سواء للأهلي أو للمنتخب رؤيتك مختلفة عننا عينك راجحة 80 تفصيلة مش بالضرورة إحنا كمجرد محبين لكرة القدم نروح لها بتستمتع في الفترة الأخيرة بمتبعيتك للشقين دول للنادي الأهلي ومبارياته والمنتخب مصر في مبارياته ولا لما بتشوف بتحن الأيام زمان أكتر لا بص أنا أقولك حاجة كريم بمنتقى الأمانة بمنتقى الصدق الحقيقة أنت كاستمتاع في الفترة الأخيرة بأداء منتخب مصر لا أنت ممكن تكون حتى في الفترة قبل كروشي الحقيقة بتعمل نتائج بس الأداء طبعا كان بعيد خالص مع كروشي الحقيقة يعني بالعكس ده العملية كمان تزادت كمان أنت النهاردة برضك بتعمل نتائج إيجابية لكن الأداء مش ممتع طبوحنا إحنا منتخبنا يستحق كده لا طبعا كماهرنا تستحق لا طبعا يعني أنا أقولك حاجة كريم نجرب في منتخب مصر وبنسقط في نص بطولات طالما كالدينا فيها قول طبعا طبعا يعني إحنا يمكن أقولك حاجة كريم إحنا 2006 أو 2008 أو 2010 إنت ما كنتش بتروح تشوف مبارات منتخب مصر وتقول إيه إحنا النهاردة هنكسب ولا نتغلب لا ده أنت بتقول هنكسب كام طبعا لأن كان عندك الحقيقة آخر آه طبعا مش عايز أقول إيه طبعا طبعا متعة كنا بنستمتع بأداء منتخب مصر طبعا والثقة بتكون أيا كان باللعب مين انت واثق في نادي الأهلي طبعا فترات كبيرة جدا وكثيرة جدا جدا هو الصانع المتع لجماهير الكرة المصرية الحقيقة نادي الأهلي الفترة الأخيرة طبعا ما شاء الله البطولات كل أهلي اللي انت بتلعب عليها والحقيقة اللي احنا نقوله على المنتخب لا ينطبق بأي حال من الأحوال على النادي الأهلي آه طبعا وده شيء مؤسف على فكرة حتى كأهلوية طبعا طبعا إنه بنتكلم بنفس القدر من الثقة على منتخبنا زي ما بنتكلم عن نادي الأهلي بس ده مش حاصل بالزبط بالزبط احنا نادي الأهلي ما شاء الله يعني كل البطولات اللي هو بيشارك فيها بيحصودها ودي حاجة جميلة جدا في مباريات كتيرة جدا جدا بنوصل للمتعة وفي مبارات بنوصل للنتائج الإيجابية لا ما فيش أبلغ من ان انت بتوصل أكتر من مرة لكاس العالم للأهلية بالزبط بالزبط بالمناسبة توقعات حضرتك ايه للنادي الأهلي في النسخة دي من كاس العالم للأهلية يعني للأسف الشديد عدم التنصيق اللي تواجد ما بين الاتحاد الدولي وبطولة الأمم الأفريقية في الموعيد دي أول مرة تحصل في تاريخ الكرة يعني فتري من أول مأنشرة كرة القدم في العالم كله هتأثر علينا بطولة طبعا هتأثر علينا دي النهاردة انت بتتكلم في إيه بتتكلم في عشرة العيبة وعشرة العيبة اللي هم من جوة الحضواشر طبع طبع تتكلم مثلا في ناس بودا لا لا ده عشرة اللي هم بلعبوا طبع 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 النهاردة يمكن عندنا خبر الحقيقة اللي أنا سمعته الخبر صابت بذر بنون الحقيقة يعني برضو دي مقلقة طبع وزائد ان انت بقى علي معلول وزائد أليو ديانج لو كملوا فراغهم وانت كملت مع منتخب مصر ان شاء الله وده اللي بتتمنى طبعا كل الناس بتتمنى انهم يكملوا بشكل قوي جدا يبقى بتخسر عشرة العيبة من التيمي الأساسي بتاعك فدي مشكلة يمكن طبعا أنا شايف شفت على تسرحات الحقيقة خالد مرتاجي هو الراجل بقول يعني قال لهم يعني ازاي يعني ازاي جات الفكرة دي كان لازم فيه تنصيق لأن الأهلي متضر جدا طبعا متضررين بشكل كبير جدا إلا بقى لا يعني انت بتتكلم في حاجة مثلا احنا ما فيش اي حد يتمناها ان منتخب مصر ما يكملش لا احنا بنتمنى ان منتخب مصر يكمل لكن الموقف ده صعب الأمور شوية على تيمي نادي الأهلي الحقيقة موقف عدم التنصيق اكيد انت بتخسر تيمك الأساسي